بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أهلاً وسهلاً بكم أينما كنتم أينما تواجدتم مع هذا اللقاء الجديد وردني سؤال من أحد المتابعين يقول دكتور مازن أجريت فحوصات وظهر عندي خلل في كريات الدم الحمراء وأعاني من فقر دم وأيضاً أشعر بالتنميل بشكل متواصل في اليدين والقدمين ملحل وكيف أتعامل مع هذه المشكلة بارك الله فيك وبرك الله فيك أنك سألت هذا السؤال حتى تكون المنفعة للجميع كريات الدم الحمراء طبعاً هذه من أهم منظومة الجسم ككل كريات الدم الحمراء بها بروتين أو مرتبطة ببروتين يسمى الهموغلوبين وهذا طبعاً ينقل الأكسجين من الرئة إلى باقي عضاء الجسم وكريات الدم الحمراء تحتاج حتى تقوم بوظائفها كما يجب ونقل هذا الأكسجين وتكوين الهموغلوبين وإلى آخر من هذا الكلام وكل الأشياء الجميلة من كريات الدم الحمراء تحتاج إلى مين؟ إلى فيتامين اسمه الفيتامين بي 12 هذا الفيتامين بي 12 هو الذي يساهم في تكوين كريات الدم الحمراء والفيتامين بي 12 والكريات الدم الحمراء كلاهم يلعب دور في توليف وتصنيع مين الحمض النووي الـ DNA وأيضاً هناك وظائف عدة لهذا الفيتامين الهام للجهاز العصبي بشكل عام والأمور الأخرى نذكر منها على عجالة موضوع الإيجينج موضوع العمر لماذا نشاهد ناس كبار بالسن وكأنهم لس الشباب؟ والعكس صحيح إذن هنا يكمن اللغز نقطة أخرى لأنه ارتبط السؤال بالأنيميا بفقر الدم كريات الدم الحمراء تعيش مدة أربع شهور وكما ذكرت تحتاج إلى الفيتامين بي 12 للتكوين فإذا عدت الأربع شهور ولم يكن هناك فيتامين بي 12 متواجد فلن يكون هناك عملية تكوين للكريات الدم الحمراء وبالتالي تقل وحين تقل تبدأ مظاهر التنميل والتخدير والإعياء وفقر الدم وكل هذه المظاهر التي يشكو منها السائل يستغرب السائل أو يستغرب الناس حين يتناول مثلا الحريد والإبر الحريد أو حين يفحص الحريد يجده جيدا طب كيف جيد وأنا مثلا أعاني من فقر الدم فقر الدم هناك فقر الدم مرتبط بالحريد وهناك فقر الدم مرتبط بالفيتامين بي 12 أشكال فقر الدم متعددة وليس من الشرط أن يكون فقط لهو ما يعرف بالآيرون ديفيشنسي فقط بالحريد لا ممكن يكون بالحريد ممكن يكون بالبي 12 ممكن يكون كلاهما هنا يستوجب لنا الحل يقول السائل ما الحل الحل في تعزيز فيتامين بي 12 إحنا لو نظرنا مصادر البيتامين بي 12 نقول الأعضاء وعشان لأنه في بعض الأحيان يقرأ الناس عبر الإنترنت يقرؤون الأعضاء الأسماك البيض والتعديق واللحوم الحمراء وهكذا ويعتقد كل من يقرأ أن أي منهم يحتوي على بي 12 لا الحكاية ليست هكذا بالمطلق أديكم مثال بالأرقام إذا نظرنا مثلا للأعضاء فكل مثلا 100 جرام من الأعضاء مثلا كبد الدواجن أو كبد العجل على سبيل المثال كبد العجل نأخذه على سبيل المثال يحتوي على 70 مايكرو جرام من الميتامين بي 12 شوفوا 70 إذا بد أن تقل للعنصر اللي وراء الأسماك على سبيل المثال تحتوي لنفس الكمية 100 جرام تحتوي على 17 مايكرو جرام شوفوا من 70 ل 17 حليب كامل الدسم يحتوي على 1.3 شوفوا 1 مقابل 70 البيض يحتوي على نصف مايكرو جرام فالقصة ليس بالتعداد نقول هذا يحتوي وهذا يحتوي كم يحتوي من البيتامين بي 12 وإذا لم نأخذ المصدر الحقيقي الغني على الفاضل لذلك دوما نقول النباتيون على سبيل المثال مهما تناولوا من مصادر أخرى للبيتامين بي 12 لم يأخذ مثل اللحوم الحمراء والأعضاء أو الأعضاء أولا واللحوم الحمراء ثانيا وهنا تكمن من المشكلة إذن يجب تعزيز الفيتامين بي 12 تغذويا وكمكمل غذائي وهنا يجد الإشارة أن الفيتامين بي 12 الذي سوف نأخذه كمكمل غذائي إن احتجنا أو كان الإنسان مثلا النباتي الذي يعاني من هذه المشكلة يجب أن يكون بالشكل الطبيعي أي مثال كوبولامين وليس بي 12 الكيميائي اللي هو سيانو كوبولامين وهناك فرق بينهما وإن شاء الله سوف نتحدث على هذه الفرقات في لقاء قادم إن شاء الله ودوما نرجو لكم دوام الصحة والعافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا